الله الله عطاجن ده ولا الطاشة بتاعته طال غيابه وحشنة كتير جزي داخل علي بدل العجل وبيقول لي يلا وريني شطرتك انا عايز طاجن العريس عريس مين يا عم الحج استنى بس ما نشوف هنعمل ايه في القتيل ده اجمل حتة يا جماعة في العجل هي العكاوي وفعلا انا كنت مبسوطة جدا بالعكاوي لاني كان نفسي فيها فادلت اقلب فيه مين وشمال وقلت بس حبيبي اعرفت هعملك ازاي اصحاب بقى المزاج العلي يكتمعون واصحاب اليعي يمتنعون واتعالي شوفي بقى ازاي تثبطي اجمل طاجن عكاوي يلا نسامي بالله نصلي على رسول الله لو اول مرة تشوفيني انا شايماء محمد فضلا شجعيني بقى اجمل لايك وشاركي الفيديو لو عجبك مع اصحابك بصي بقى تعالي نقطعها لو صعب عليك التقطيع في البيت طبعا بتخلي الجزار يقطعه لك هو بس سهل جدا انت بصبع كده بتحسسي على المفصل بتقطع من فوق المفصل على طول وبعدين لقيت السكينة كده صعبة ركنتها على جنب وجبت بنديل وبامسح العكاوي كويس كده خارجيا انتوا عارفين ان انا من الناس اللي ما بتخسلش اللحمة خالص لانها بالعكس بتزود كده البكتيريا عليها لو تغسلت لان طبقة الشامع اللي على اللحمة بتروح ده زائد ان الفوائد والفيتاميات اللي في اللحمة بتقل وطبعا المسألة اختيارية لكن انا بكلمك من ناحية طبية واسألي اي طبيب بصي بقى السطور هو اللي انجز معايا الصراحة السكينة ملهاش لازمة السطور في ثواني كنت مقطعه ديل وسهل تقطيعه زي ما شفتي كده انا بس بصابعي بشوف المفصل فين واروح اطعه فوقه على طول وسهل جدا وخرط كده الماظ اللهم بارك على طاجن العكاوي ده وفي حالة على النهار هحط معلقة صغيرة كده من السمنة وهصدم على طول العكاوي عايزة كده ايه تاخد معايا لون حلو بصي انا عايزة اعمل شربة حلوة لاني هعمل فتة بالشاكمبة يعني ماينفعش يكون في عكاوي في شربة ومعملش الفتة نزلت بقى بفلف الحاصة عشان الشربة متغمقش الفلف البودر بيغمق الشربة على حبهان على ورق لورة على طماطم بصل جزر ايه بوكيجر نيه عندك وابتدي بقى يا ست الكل شوحي في معلقة السمنة دي ضروري الخطوة دي جدا كده بتقفل مسام اللحمة وتخليها طرية وبتخلي الريحة تخفى بصي انا هستخدم حلة الضغط لاني مستعجلة تعملي الخطوات دي في حل عادية مش هتفرق خالص مليت بقى الحلة كده موية مغلية وهبتدي املح وحط معلقة من السكر وهشيل الريم الزيادة لفوق الوش قبل ما اقفل الغطا بصي في حلة الضغط هتاخد معايا نص ساعة لان انا عايزيها نص تسوية مش هسويها سوى كامل يعني اول ما الصفرة بتاعتي تلف هحسب لها نص ساعة وهقفل عليها لو انت هتسوي بقى في اي حل عادية برضو بتسوي العكاوي نص تسوية يعني اللحمة بتاخد مثلا ساعة ونص ساعة لربع هيكون كفية هركزي بقى في الطاجن وهنعمله ازاي؟ دلوقتي بقى معايا بصلتين على طمطنتين على قرنفلفل اخضر حامي على بارد اللي عندك وهبتدي افرقهم في الكبه كده ايه فرم خشن يعني ما تنعمهمش قوي تعني كده نشوف الاول العكاوي زي ما اتفقنا نص ساعة مش اكتر من كده انا مش عايزها مهرية لاني لسه هحطها في طاجن وهديها طبعا ايه تسوية في الفرن فيه ناس بتحب تشتغل فيها من الالف للياء ومتعملش شربة بس انا لا فضلت اعمل شربة عشان عايز اعمل فتة جنبها حطيت كده معلقة سامنة صغيرة وعليها معلقة صغيرة من التوم المفروم وانزلت بالخضار اللي انا فرمته في الكبه وديته تشويحة حلوة بصي انا شوحت الخضار مع نص معلقة صغيرة من التوم المفروم ما تقطريش التوم لان احنا لسه هنحط طاشة في الاخر عشان ايه ما تعتشش كتير كده والتوم يكتر فيه طلعت بقى اللحمة حطيتها على الخضار المتشوح ومعايا كده كان بصلايا اورمة الصراحة البصل الاورمة ده بيبقى تحفة تحفة في التواجن هحط بقى معلقة من توابل اللحمة معلقة من الكزبارة الناشفة معلقة في الفلسود رشة من الحبهان البودر ونص معلقة صغيرة كده من الكمون هحط كمان الملح بتاعي وتشويحة بقى حلوة للعكاوي مع الخضار والتوابل والله على الريحة الله على الجمال انا عايزها تسخن جامد وتتشوح كويس كده مع الخضار هاخد كده بس بقى طماطم يعني نص كباية صغيرة طماطم مضروبة في الخلات ومتصفية اللي انا عاملها لصالصة الفتة كمان هنزل كده بمغرفتين من الشربة عشان تجمع لي كل ايه التشويحة اللذيذة اللي حصلت بين البصل والعكاوي وعلى الطاجن يا ست الكل على طول عشان كده اكدت عليكي العكاوي ما تستويش غير نص ساعة بس على النار وهنا طبعا حادث عادية يعني عادي كأي ستة مصرية لازم توقع تسلم يديك يا ست الكل وشوية شربة صغيرين كده نزلتهم واسمصنا بهم الصينية يلا بقى نعمل الطاشة والطاشة دي لازم تحطيها قبل ما تدخل في الفرن معلقة كبيرة كده من الزبدة على نص معلقة صغيرة من التوم على معلقة من الكزبارة الناشفة ويدوب هصفر التومة وتوشيها بقى فوق الطاجن ودخالي الفرن وكولي احلى طاجن في الدنيا زي ما اتفقنا كل الطاجن مخدش غير معلقة صغيرة بس من التوم نص معلقة صغيرة مع البصل هي بتتشوح ونص في الآخر مع الطاشة ودلوقتي بقى هعمل الصلصة بتاعة الفتة اللي هي عبارة عن معلقة كده من السمنة عليها تومة معلقة صغيرة برضو هبتدي أصفرها وهنزل بشوية من الخل أطوش بيهم التومة وبعدين هنزل بعصير الطماطم اللي ضربها في الخلاط ومتصفي كويس هحط كمان الملح والفلفل والكزبارة والكمون ومعلقة السكر واسيب صلصة الفتة تتسبي يلا بقى نعمل الشاكمبة الشاكمبة دي اخواتنا الاسكندرانيين بيسموا الخليط ما بين التوم والشربة شاكمبة احنا هنا في القاهرة بنقول عليها الدقة اللي بنحطها على ايه العيش تعالي نشوف بتتعمل ازاي معلقة سمنة عليها معلقة صغيرة من التوم المفروم عليها رشة من الكزبارة النشفة وهبتدي أنزل على طول بالشربة بتاعة العكاوي كده وهي دي الشاكمبة يست الكل اللي بتتحط على العيش والفتة نعمل بقى الرز الابيض بتاع الفتة بسرعة كده معلقة سمنة برضو هنشوح فيها الرز لازم لازم تشوح الرز كويس لغاية ما يفلفل قبل ما تنزلي بالشربة او المياه هنا انا هعمل نص شربة ونص مياه لان ما بسقي الرز شربة كله بيعجن معايا وانا عايزا برضو يكون مفلفل شوية حطيت الملح بتاعه والشربة فيها كل التوابل واقفلي بقى على الرز يلا كده العيش البلدي بتاعنا ابتدت قطعه المربعات صغيرة ومش هشوحه على النار لا هقطعه المربعات كده مع معلقة كبيرة من السمنة وهدخله على طول الفرن جنب طاجن العكاوي عشان العيش يتحمر بس خلي بالك كل شوية طلعين من الفرن تديره تقليبة عشان ما ياخدش لوم من ناحية وناحية لا وطبعا طاجن العكاوي على قدم وصاق بس بقى الجميل يلا كده نحط العيش بعد ما اتحمص الله على الفتة المصري وهلت روايح العيد كل سنة وانتوا طيبين وبخير نسقيها كده بشوية من الشربة المدقة اللي هي الشاكمبة على معلقة صلصة ونقلب العيش يبقى مقرمش وطارف نفس الوقت معنا وننزل بقى بالرز لبيض المفلفل الجميل فيه ناس بقى بتحب تقلب مع طبقة العيش اللي تحت شوية رز بس انا شخصيا بحب اعمل طبقة عيش وطبقة رز وهنجيب بقى شوية شاكمبة تاني كده فوق الوش ونسأسق بيها الرز الله على الجمال والريحة بتاعة الفتة شوية كده بقى من صلصة الفتة فوق الوش وهنا بقى المصريين ازواء وانواع ناس تحب صلصة كتير ناس ما تحبش لكن مفيش اختلاف على طاجن العكاوي اهو ده بقى الحب كله واجمل طريقة هتعملي بيها طاجن العكاوي والله البصل الاورمة الدايب العكاوي الدايبة ايه الجمال ده ايوه هي دي الاكلة اللي ترم العظم فعلا هي طاجن العريس شوية الفتة كده جنبها وبالفة هنة وشفة يسدت الكل وخلي بالك طريقة الطاجن دي تنفع مع اللحمة الضاني بتبقى برضو تحفة في اللحمة الضاني وكمال لحمة الراس جربيها ان شاء الله تعجبك وطريقة بسيطة وسهلة وان شاء الله تاكلوا وتتهنوا وتعملوا احلى اكلات في العيد بإذن الله حبيب قلبي كل سنة وانتوا طيبين وبخير بحبكم في الله تعليقاتكم الايجابية بتشجعني كتير ما تنسوش بقى متابعة لصفحة الفيسبوك واجتبيلي في التعليقات هتعملي الطاجن ده ولا لأ في العيد بتحب العكاوي ولا لأ ان شاء الله تجربيها بالطريقة دي وتعجبك ما تنسيش بقى الشراك لقناة اليوتيوب عشان يوصلك كل جديد بحبكم في الله كان معاكي شايماء محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته